استعدادات الاهلي للمنافسات اللي جاية ان شاء الله مبارح مارسل كولر ابتدى استعداداته للمباريات المحلية وطبعا عندنا مباراة من المؤجلات هتتلعب يوم الخميس الجاية ان شاء الله مع حرص الحدود وما فيش شك ان الماتشاط اللي جاية كلها في منتهى الاهمية لحسم لقب الدوري مبكرا يعني احنا دلوقتي يا حضرات فظلنا عشر مباريات ومحتاجين نفوز في الخمسة يعني الخمس مباريات اللي جايين على طول بشكل ضروري جدا لان هو ده الفوز اللي ممكن فعلا نضمن به التتويج بشكل رسمي خصوصا وان طبعا فيه كمان منافسات في بطولة كاس مصر لازم نستعدلها هي كمان واستعداد جيد الحمد لله احنا قربنا جدا على لقب الدوري لكن الحسم المبكر هو الفيصل عشان نقدر نرتاح شوية الفترة اللي جاية ان شاء الله بص هقولك على حاجة يعني الفريق فعلا بدأ ان هو يحضر للمباريات بتاعته المتبقية في مسابقة الدوري المصدي محتاجين كمان لو هنتكلم نحن نوصل للنقطة 77 عشان تحسم هنا درع بتاع الدوري وعدم كمان الانتظار لنهاية المسابقة ده بيبقى ده متقيل شوية بيوتر الجماهير شوية بضطرنا جميعا فنتمنى ان شاء الله كمان ان ده يتم حسمه مبكرا باعتبار كمان ان اقرب منافسي الاهلي حاليا هو بيراميدس طبعا بلغة الارقام وهو وصل للنقطة 76 في حال بقى ان احنا فوزنا بجميع المباريات المتبقية طبعا عن عمر المسابقة بيراميدس حاليا في صدار الترتيب الدوري بشكل مؤقت بالرصيد احنا عفوا اللي كنا 74 فبيراميدس مفروض دلوقتي هو المتصدر احنا عندنا ماتشات متبقية كريم لو احنا ان شاء الله ادرينا ان احنا نفوس فيها ومش ماتشات قليلة طبعا لانشغلنا بالملف الافريقي عندنا سبع موريات مؤجلة تحديدا فان شاء الله يعني ربنا وفقنا فيهم مثلا مش قلقنا ابدا اعتقد الاهل يعني راجع للتدريبات بقوة بعد كمان التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا وبعد فترة راحة استمرت اسبوع تقريبا يعني بالتوفيق للفريق بتاعنا في اللي جاي قدامهم لسه شوت كبير جدا قدامهم لسه شغل طويل جدا من ادرش انهم احنا هنريح بعد فوزنا بافريقيا لا انت بتخلص من بطولة بتخلص على هم بطولة تانية تخلص منها تخلص على كاس العالم للاندية فعندك لسه مشوار طويل ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله بس انا من الناس المتفقلة جدا انا كمان مقارنة بالموسم اللي فات لو انت تتكلمتها كاي فارغ كبير جدا في السكور وفي الارقام وفي الروح المعنوية في الاداء وفي اللعب نفسه يعني انا اعتقد ان مع مارسل كولر فيه نقلة نوعية حصلت يعني في الناس الاهلي انا معه جدا جدا التطوير اللي هو بيصنعه ويمكن احنا هنتكلم النهاردة بالتفصيل شوية عن الكواليس اللي عرضها الكاف طبعا من قط اللبس هنتكلم معاها حضراتكو ناس كتير يعني معجبة بكلام كولر تحديدا ايه اللي قالوا لهم لان انا بشوفهم من المدربين كمان اللي بيدي حافز كبير جدا لو هنتكلم تحديدا في قط اللبس لا وما فيش زر تشكل